صباح كل خيرات أيامكم سعيدة دلوا دائما مبسوطين ومرتاحين وأيامكم دائما خير يا رب اليوم الثانين 29 تموز تمنياتي للجميع بالخير طبعا المشتري مازال متراجعا في برج القوس يعني لسه موليد برج العزراء الحوت القوس وحتى موليد الجوزاء لسه الأمور بالنسبة لهم معنا كتير بأريح حالاتها وطارد يعني خلن قول باشر تقدم في برج السلطان طبعا هو ثلاثين وحوثلاثين بس أنا دائما بعتبر القط الوهمي يعني أنه هو بالأصل قط وهمي وهو قطعا باشر التفاف فلذلك أنا راح أعتبره أنه باشر تقدم في برج السلطان مولود كوكب الزهرة تقدم من المبارح ببرج الأسد اليوم صار ببرج الأسد طبعا إلى جانب الشمس وإلى جانب المريخ اللي لسه ببرج الأسد لذلك تحذيرات جدية لمولود برج الثور برج العقرب وبرج الدلو على المستوى الصحي والمالي أول أخباري لمولود برج الحمل اللي عم يشعر شوي بالتأصير اليوم تجاه الناس الحوالي الحقيقة قلقته قصة عاطفية قلقته قصة شخصية يمكن عائلية ما بعرف أنت من الأشخاص العصبيين المشكلة مولود برج الحمل واليوم تصرفاتك عفوية أو شوي عصبي أو عندك نوع من أنواع الاحتزازات أنا ما عمقول لا وما عمقول أنه أنت بأفضل حالتك بس بالمجمل حاول أنك ما تعصب اليوم ما تعاند حيثه لا يجب لأن الحقيقة اليوم فيه نوع من أنواع الإهمال أو البرود بقى يا من عندك يا من عند الآخرين مولود برج الثور اليوم للعلاقات الاجتماعية بامتياز للتعارف بامتياز يوم فيه نجاحات حوارات سفرة علاقات تواصل خاصة مع الآخرين واليوم يوم جيد بالنسبة لك للنشاط يخزي العين سواء كان مع شريك سواء بعمل سواء بقصة شخصية مشغول بأمور عائلية يعني أنا بعتبره يوم جيد للحيوية لمولود برج الثور وللنشاط عموما مولود برج الجوزاء اليوم لشؤون عائلية داخلية ولص صرف أو للأبض هلأ أنا بظن وضع كلمالي جيد بدأ قدم عطارد في برج السلطان أمورة كلمالية بالمجمل جيدة بس يعني هذا ما نو مبرر للتبزير المشكلة داخلية على شهر أنا بعتبره للصرف بامتياز حاول إنه شؤونة كلمالية توازنة ترتبها لأنه فيه نوع من أنواع الصرف اللي ما له مبرر المشكلة مولود برج الجوزاء بس يتعبى جيبه بيحتار كيف تيصرف مولود برج السلطان اليوم الأمور بأصارت كتير أفضل يعني أفضل من اليومين ثلاثة الموضوع على الأقل في رغبة بالتغيير أو رغبة بالحلول فايق بنبكير هيك حاسس إنك هادي وحاسس اللي راح راح خلاص مش الحال وكأنه ممكن تنطرح عليك مشاريع جديدة أو قصة العلاقة بتغيير ملابسك نقاشك قراراتك علاقاتك يعني اليوم ثقتك بنفسك ممكن تجعلك سعيد وناجح مولود برج الأسد هو اللي مكسر ودايق خلقه وبقى تعبان في عنده قصة صحية رقبته عم توجعه ظهره عم يوجعه طبعا هي هاي الأمراض المعتادة بالمجمل لمولود برج الأسد مع ذلك اليوم مو بس القصة كسل أو عدم راحة اليوم القصة كتير العلاقة بحسم لبعض القضايا وما بتمنى أن تستعجل اليوم يعني حاول أنك تجمع كل المحاور بإيدك قبل ما تاخد قرارات اليوم فايق شايف منام ممكن يكون ما كتير مريحه ممكن عنده قصة شوي متعبته نوع من أنواع الترتيب، التنظيم، الكسل يعني يوارد يكون في هيك شيء مولود العزراء يوم للسفر أو للاجتماعات أو للتسلية وبامتياز أو للتعارف على أصدقاء جدد أو للتفاهم للتنقلات، للأخبار الحلوة لأصدقاء العلاقة بود أو محبة أو لقاءات أو مناسبات يعني يوم جيد على الصعيد الاجتماعي حتى ممكن تستعيد علاقات سابقة مولود برج الميزان اليوم الحقيقة عنده بعض المضايقات وإذا تسألوني بين 12 برج عن البرج الأكثر تعبا فهو بتقطع مولود برج الميزان اليوم هو حصب أكثر مما يجب وقابل للشجارات مع الآخرين وأي كلمة ممكن تشعله نارو خاصة أنه هو ينتمي إلى الأبراج الهوائية هو الحلو بمولود برج الميزان دائما أنه شخص يعصب اليوم بعد خمس دقائق هدي هاي قصة جميلة على كل الأحوال بس مع ذلك اليوم بالذات ممكن يشعر أنه في حدا عم يتعمد إزعاجه أو تدخلات أو أوامر هلا أنا برأيي الأمور بده شوية هدوء مولود برج العقرب الأمور لك جيدة اليوم خاصة لقيود عم تطلع منها لتحرر لإحساس بالأمان لقصة ممكن تكون سعيدة بالنسبة لألك قصة على سعيد علاقاتك الإنسانية تغييرات قد تحدد مستقبلك رحلة جديدة بحياتك في مسؤولية عم بتفرحك وفي مدح من المحيط ممكن يكون إيجابي أوراق أو أعمال أو أولويات مولود برج القوس كمان الأمور جيدة وخاصة لأعمال أو مشاريع جديدة يعني أفضل من اليومين ثلاثة اللي مرأوا على الأقل عم بترتب أمورك عم تفهم شو عم بيصير عم تناقش عم تتعبر عن رأيك والحياة في عندك أماني قد تحقق خاصة إذا كسفت جهودك يعني وجود عطارد في برج السرطان ووجود الزهرة في برج الأسد عم بيخليك الأفضل عموما على مدى الأسبوعين ثلاثة اللي جايين كما ما تنسى أنه في تقدم بالمشتري ببرجك نفسه ابتداء من عشرة مولود برج الجدي في اليوم عندك جزء من تعب الحقيقة ما بعرف إذا القصة تأجيل تأخير نزاع محتمل مع الآخرين ما صلك يومين ثلاثة أنت بخبي بقلبك مثل ما بيقولوا في شي مدايقك زعجك بس ما بتحكيه اليوم بقى هيئتك رح تحكيه وتناقشه وتعلي صوتك فيه ويعني فيه نوع من أنواع المضايقات الحقيقة والقصص المكتب المريحة مشكلة أنه مضايقاتك اليوم مع الناس القراب منك مو مع الأشخاص البعيدين لذلك هاي الأجواء الضغطة حاول أنك ما تصعد أبدا مولود برج الدلو اليوم عنده 100 ألف قصة شغلته وشغله كتير والحقيقة لازم ينتبهي شوي صحيا وجود المريخ في برج الأسد يتبعه هلأ الزهرة بيخلي عاطفيا صحيا أمورك ما كتير الأريح طبعا وحتى فيه شي مالي كمان ما كتير مريح لذلك أنا بقول قدر إمكانك باعتبارك فعلا عصبي أنا ما عمقول لا لوجود المريخ في برج الأسد فبدأك توطي صوتك ما تعصب على أمور صغيرة وتمرقنا ياه يعني تمرقنا ياه بهدوء بعيدا عن العصبية اللي ماله مبرر اليوم فيه شغل كتير على كل أحوال مفاضي تحكي رسك مولود برج الحوت الأمور لألك جيدة اليوم خاصة لو حابب تحكي تناقش تحكي بأشياء مهمة بالنسبة لألك حظوظك طيبة عندك يومين يعتبروا الأفضل لترتيب أمور عملية لترتيب أمور شخصية أو راحة أو هدوء أو حتى سفر أو لقاء مهم ممكن يكون سعيد بالنسبة لألك عزيزنا مولود برج اليوم اللي هو 29 كل عام وتبخير ويجعل أيامكم سعيدة شخص زكي لبق لطيف محترم مشاعق بالجاذبية محب للعدالة متوازن ليس عصبيا من الأشخاص اللي دائما عندهم ابتسامة وتفاؤل أنيق لطيف يشاع زوق لا يحب الشراكة مرح عامل مسيطر عصبي حنون متسرع حنون على ما نحوله جدا طبعا السنة للأمور العملية والصحية اللي بأفضل حالتها خاصة لورقة لترقية أو حتى لأصص العلاقة بارتباط يوم الأمور إيجابية هاي الفترات إيجابية خاصة يعني من 15-8 وما بعد بلج عندك شهرين ثلاثة يعتبروا الأفضل في هذا العام ترتب أمورك بشكل إيجابي سنة مهمة أتمنىها سعيدة للجميع ليس عدواتكم ترجمة نانسي قنقر